موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي لكل المشاهدين على قناة الصحة والجمال وتحية خاصة لكل أصدقائي اللي بيتابعوني النهاردة ولزملاءنا في قناة الصحة والجمال أستاذ وليد عمارة الإخراج للبرنامج والأستاذ محمد رمضان وكالة جوميديا للإنتاج الفني وأستاذ محمد الملكي وأستاذ تامر عبد المجيد بشكركم كلكم وأتمنى نطلع دايماً شغلنا بالمستوى اللي احنا بنتمناه تحياتي لكل جمهوري وبجدد لقائي بيكم في برنامجي لقاء حصري مع غادة قرامة وتحت شعار ما يطلبه المشاهدون مهتمين جداً نقدم كل ما هو حصري أو إن احنا ندي الموضوعات حقها ونهتم بوصول رسالتنا بالمستوى اللي بنتمناه حلقتنا النهاردة سرية جداً بفقرات متنوعة ومهمة بنبدأ فقرتنا الأولى وهيبقى عنوانها التدخين طبعاً قضية وموضوع مهم جداً لازم نديله حقه ونتكلم فيه وبنتشرف بضيوفنا النهاردة اللي هنتكلم من جوانب متعددة عن التدخين وأثاره الضرة أو إزاي أنا أهتم بصحتي وأنتبه للمخاطر اللي بيقدي لها التدخين بتشرف بحضراتكم الأستاذ يوسف السعداوي مدير إدارة بالأوقاف ومن أحد علماء أظهر البارزين وليه اهتمام كبير قوي بجانب الدعوة مش بس قائم على العمل ولكن الدعوة للقيام بالدور الصحيح في هذا الشأن تحياتي بحضرتك أهلا بك يا أستاذ المشاهدين وإن شاء الله نتمنى أن نقدر نقدم لكم النهاردة حلقة تسعة للجميع ونقدم فيها معلومة صحية دعوية بحضور أستاذ الأفضل اللي نشرفنا النهاردة أهلا بكم أفنج بشكر حضرتك ومعايا الأستاذ دكتور عبد السلام الشامي أستاذ الأمراض الصدرية والجهاز الثنفسي زمالة أطباء الصدر قلت الصدر الأمريكية بالجامعات الأمريكية أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك الأستاذ واقل بحي حضرتك طبعا وبشكرك على مشاركتك الجميلة في حلقاتي كلها أنا أتقدم لحضرتك والأسرة البرنامج بصادق الود وبخالص الوجد ولمشاركينا ومتابعينا الكرام كل تقدير واحترام فلشد ما أسعد بالتواجد والتشارك الفكري والحسي لهذا الحدث الإعلامي الحصري أود أقول أن التدخين يعني من المواضيع الهامة جدا اللي بتفيد الفرد والمجتمع على أساس تجنب التدخين ده يعني عامل يعني يسبب الحياة بدون أي مشاكل بدون أي مضعفات بدون أي أمراض تمام جميل جدا وأتأذنكم يا جماعة حضرتك يا دكتور ياريت بقى ننتهز الفرصة بما أن حضرتك أكيد يعني شفت نماذج كتير من الحالات المرضية اللي بيبقى السبب الرئيسي في الغالب التدخين أو حتى تخاكم بعض الحالات نعم كلمني حضرتك بشكل عام عن التدخين في موجز أن قد إيه المخاطر اللي لازم الإنسان فعلا يبدأ يفكر أن أنا أبص المستقبل صحتي أولا إحنا عايزين نجز يعني في عجالة أن التدخين أساسا يبدأ مضعفاته من الفم إلى سائر أعضاء الجسم الفم اللسان اللسة الأسنان الحنجرة القصبة الهوائية الرئتين الحيصلات الهوائية الشعب والشعيبات مهمة جدا القلب والأوعية الدموية الجهاز العصبي الجهاز الهضمي الجهاز التناسولي ده التدخين كل الجلد الشعر كل ده يؤثر عليه التدخين تأثير مباشر وتأثير سلبي تمام عايزة أكلم حبيك في نقطة الناس الكتير اللي تقولك أنا هبطل التدخين بالطريقة الفلانية أو أنا سمعت على أنت طريقة هبطل بها التدخين هل بيختلف من سن لسن أو مدة فترة التدخين إنه لما يبدأ والذي عايزة إرادة ويعرف يتعامل في كل الحالات أو بيبقى عايز طريقة محددة حسب ظروفه والله هي ثابت الدراسات حتى باستخدام الحاجات اللي هي يعني فيه أنواع من العلك أو اللي بان أو فيه أنواع رأس وحاجات لكن العزيمة تأتي أولاً وأخيراً جميل جداً العزيمة هي يعني تداري تقولي مفتاح التوقف عن التدخين لو عنده عزيمة أستأذر حضرتك كيفان فضل يعني يا دكتور هل في عقاقير طبية وعناصر غزائية ممكن أن تكون عناصر مضادة ومقاومة لهذه السموم يمكن أن نقي بها البوسنا أو المدخن نقي بها نفسه من هذه السموم ويستطيع أن يتخلص منها ناحية وقائية من الإصابة بالأمراض والله إلى الآن يعني المدخن مهما فعل أنه يتناول فاكهة يتناول مضادات أجسادة يتناول أوميجا سري يتناول أي أغذية فالضرر الحاصل هيحصل بالنسبة للجاز التنفسي بيحصل حاجة اسمها السدة الرئوية الشعب والشعبات تتسد يبتدي الهوى يتحبس داخل الرئة والحوائصات الهوائية يعني يحصل تدمير للحوائصات الهوائية تنتفخ الرئتين حجمها يزيد ولكن بدون فائدة بالحد من هذا الضرر يعني يعني من الكلام في النقطة زين انت تعرف الناس تحد ازاي من هذا بس بشكل موجز برده عشان نقدر نتكلم كل التفاصيل الناس تحد لما هيعرف أن التدخين ده في الآخر هيسبب الوفاة والتدخين في الآخر ممكن يعمله مضعفات سواء بالسرطان سواء بالسكتة الدماغية سواء بالسكتة او بالجلطات في القلب او يعني خلة الخصوب انا لازم طبعا الرؤية المشاء الله لك هو تقليل لا بقول لحضرتك انت بيتقابل كتير النماذج من دي اول نصيحة بتقولها له ايه لما هو يبتدي بقى في مرحلة الخطر خلاص بتقوله ايه بتقول انت بفيش امل فيك خلاص انت ضيقاتك لا 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 بالعكس تأذنك المنطة سبت علميا ان اللي هما بيبطلوا التدخين يرجع كفاءة الرئة تقريبا يعني شبه الانسان اللي مدخنش واخد ما رحطيك بنسبة كبيرة فلو بطل وهو في سن الشباب يكون افضل ما يبطل في سن الشباب جميل جدا اشكر حضرتك جدا استاذ يوسف السعداوي اولا وجود حضرتك معايا دي حاجة كبيرة جدا حضرتك طبعا في مجال الدعوة وعلاقتك اللي بيميز شخصية حضرتك واكيد كل الناس عارفين حضرتك بيتابعوك بيميز شخصية حضرتك انك علاقتك بالناس مش مجرد الوعز او الامر والنهي فيه علاقة جميلة جدا المحبة والاحترام والتبادل الاراء مش بتقتصر فقط كرجل دين كفضيلة الشيخ كلمني حضرتك في النقطة دي بتكلم الناس ازاي على الجهاد احنا حياتنا كلها بنجاهد وبنسعى ان احنا نكون افضل وبنعمل ما يؤمرنا بيه ربنا وبنطقي اي شيء يسبب لنا المشاكل الحياتية والمشاكل الصحية لان الانسان طبعا ربنا بيحبه وهو عبده عايزه يشوفه في احسن حال كلمني حضرتك عن نقطة الجهاد والارادة عايزين حضرتك تدي طاقة كده ايجابية للشباب يفكروا انهما يبقى فيه اقلع عن العادة السيئة تمام هو طبعا حضرتك احنا لما نجي نتكلم عن الجهاد والارادة هللاقي ان ربنا سبحانه وتعالى ما اعطى اجرا كما اعطى على الجهاد وبعدني النبي عليه الصلاة والسلام يجعل اعظم مراتب الجهاد جهاد النفس وهو جهاد النفس اصلا بيكون عن ايه لابد ان احنا ننتبه ربنا لما خلق الانسان خلقه مركب من كيميا وشهوات ونزوات ورغبات وحاجات مزيانة ليه عشان يتحرك في الارض عشان يخرج من مكان ويقوم يتحرك ربنا جعل فيه حب المال عشان يتحرك ويكسب المال جعل فيه شهوة الطعام عشان يتحرك ويجيب طعام ويأكل زي ما ربنا قال وامشوا في مناكبها ويكلوا من رزقه وعليه النشور احنا بسميها اللي هي الدوافع دوافع الحركة لدى الانسان دوافع تحركه في الكون عشان يحقق مراد ربنا سبحانه وتعالى من الاستخلاف في الارض زي ما ربنا قال عندما اراد ان يخلق سيدنا ادم عليه السلام قال واذ قال ربك للملائكة اني جعل في الارض خليفة الملائكة تكلمت لما اعرفت صفات الانسان وقالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء طبعا هما بيتكلموا بالصب ولكن بيتكلموا على الاثار التي ستترتب على ما سيحمله هذا الانسان في نفسه من شهوات ورغبات ونزوات وعايز يعمل كل حاجة وعايز يجرب كل حاجة وعايز يعيش بكل يعني بكل تيم بيحلم بيزا بيسميها كده بالشباب عايز يعيش ده عايز يجرب ده بس تعالى النهاردة انا عايز اقول لك على حاجة انت اصار التجربة انت قبل ما تبدأ في التجربة شوف هتوصلك لحد فين دي مهمة جدا يعني حاجة احنا بنسميها كده فقه المقالات النهاردة انت لو خدنا مثلا نموذك بسيطة عن التدخين الحوار كله بين الناس يقول لك مفيش اي بتقول ان التدخين حرام مفيش حديث بيقول ان التدخين حرام مفيش حاجة بتقول ان التدخين محرم ماشي بس في حاجة مهمة جدا في حاجة بتقول إن التدخين دار زي ما سمعنا السيد الدكتور عبدالسلام وقال إن التدخين بيسبب مشاكل الصحية تؤدي إلى الوفاة ما هو ده بقى اسمه المقال بتاع الفكرة بتاعتك بتاع الطبور ما فيش مجامل لحضرتك الدكتور يعني لما تكلم عنه ما فيش مجامل اتكلم بمتشفة فيه أنا النهاردة هجامله في إيه هجامله عشان يهدر صحته هجامله عشان يبقى إنسان ضعيف أندبي عليه الصلاة والسلام بقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير احرص على ما ينفعك شو في كلام لا درر ولا درر لا در احنا لسه في حاجة هنسبع بيها لا درر ولا درر در لسه في حاجة مهمة قبل لا درر ولا درر لا درر ولا درر در حديث عن الرسول در احنا هنيجي للدرر وبعدين كيف هتعادل الدرر للآخرين بس قبل الدرر هو ربنا سبحانه وتعالى خليقني ليه وعالكيفية اللي هو عايزني عليها ربنا قال ايه النبي عليه الصلاة يدورنا على موضوع هدم جسم الإنسان ده بأي أسلوب من الأسلوب بيقول الجسد بناء الله جسم الإنسان ده بناء الله بناه الله سبحانه وتعالى بيده فويل ثم ويل ثم ويل لمن يهدم بناء بناه الله سبحانه وتعالى بيده انا ظن ما فيش تحذير قبل كده لما نيجي ندور على العادات السيئة اللي بتهدم الجسم هناخد منها مثلا تدخين كظاهرة تمام تدخين كظاهرة وإفراط في التدخين ثم تعد أثرة تدخين الضر على الآخرين زي تدخين السلب زي ما بنتكلم عليه طمين وبعدين هدر الصحة ما فيش آية لا فيه آية احنا سمناها القعدة العامة اللي بتقول إيه باه ها يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم لإيه الخبائث النهاردة الطيبات هي اللي بتصلح الإنسان بتصلح جسده من المطعم من الماء كل من المشرب الخبائث بتسبب ضرر للإنسان بتسبب له ضر صحي أو ضر اجتماعي أو ضر نفسي أيا كان نوع الضر طالما أنه هتسبب ضرر يبقى يصبح الموضوع ده إيه خبائث لما يجي الطب يتكلم على إنه التدخين بيسبب ضرر للمدخن والغير المدخن يبقى هنا نحط الموضوع ده أكبر من وعلى فكرة المدخن يعني بيكون فيه مجموعة من الأشخاص الغير مدخنين مع الأشخاص المدخنين بياخدوا نفس الكمية السجاء الدخان اللي بياخدوا المدخن اللي هو التدخين السلبي التدخين السلبي ويصاب بنفس الأمراض سواء يجيله الإراب وشعبي سواء نزلات شعبية سواء يعني نفس المدعفات اللي تصيب المدخن تصيب مستقبل أسرته أولاده لو في العمل لو في المصنع لو في أي مكان حتى لو الزوجة كانت مثلاً في فترة الحمل ده طبعاً الحمل ده يعني المفروض بمفرد له حلقة الوحدة لأنه بأول حاجة بيؤدي إلى صغر حجم الجنين ممكن يؤدي إلى تشوه الجنين ممكن يؤدي إلى ولادة مبكرة ممكن يؤدي إلى وفاة الجنين التدخين فالتدخين يعني للمرأة في أثناء الحمل ده في منتهى الخطوة إذا لو جينا لهم من ناحية الشرعية هل ليه بيساب قتل النفس وقتل آخرين بالضبط تمام للإمال أو أنه هو يعني مش قادر ياخد قرار أنه هو يفق ما إحنا هنا نوصل لنقطة نقطة العزيمة والجهاد نحن عندنا نقطة إيمانية ونقطة الصحية النقطة الإيمانية مترتبة عن نقطة الصحية الإيمانية اللي هي إيه؟ إن دي معصية وأن ربنا سبحانه وتعالى حسبك عليها وبعدين قد تتعدى إلى الكبائر كمان الكبائر نهى ساب قتل النفس وربنا نهى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم وناهى عن قتل الآخرين أو التسبب في ضرر لهم ولولا تفسدوا في الأرض وهو ده الإفساد في الأرض إذن إذن أنا لوست المكان بتدخين بتاعي والناس تضرر أصبحت بتتضرر إذن تعدى تضرر إلى الإيه؟ ممكن حديك تقول لي بقى حديك توجه رسالة لأنه طبعا الوقت يعني قافير ولكن إحنا طبعا لازم ندي فقرات كتير هتبقى من هذا النوع من التوعية واللقاء اللي أنا اتشرفت به جدا في وجودكم وأتمنى أن إحنا نحقق الهدف من اللقاء ده واللقاءات القادمة بإذن الله إن شاء الله الرسالة بقى أعيز حضرتك توجه رسالة لطلابك والأساس ده حتى زملائك في الدعوة الإسلامية واللي بيقدموا حتى في خطبة الجمعة في بعض المؤتمرات إن يتناولوا هذا الجانب بشكل جميل يوصل للشباب إن شاء الله تدعوهم من كل من كل قلب بقولهم تولوا الموضوع ده حطوه قدام عينيكم لإن ربنا سبحانه وتعالى جعل سواعد الأمة هم شبابها طبعا الأخطار المحيطة بالشباب اللي يقولون من ضمنها التدخين اللي بيقدل شرب المخدرات بيقدل المنكرات بيقدل العبس في كل شيء نقول لهم وجهوهم صح عشان بلدنا عشان أمتنا لإن أنا هقول إن بداية الحرب بدأ من هنا من التدخين وبتنتهي إلى هناك اللي هو تدمير شباب المسلمين فعلا هم المستقبل اللي بنحلم بيه بنعمل من أجله أستأذنك أنا بس كنت عايز نقطة يعني حضرت تختم لنا بقى كلام حضرتك بحاجة رسالة تقدمها لنا رسالة إن فيه ناس بتفكر إن السجارة الإلكترونية أو الشيشة الإلكترونية ده يعني نوع آمن من التدخين ده كلام مقولة مقولة خطأ جدا لأن أنا بسمع بعض الناس يكلم خطورة السجارة الإلكترونية والشيشة الإلكترونية تعادل السجارة العادية وممكن بالعكس ممكن تسبب حرائق لأن الشيشة نفسها ممكن تتولع أو تنفجر وتعمل تشوهات وتعمل وتعمل نفس الأمراض اللي بتعملها السجارة العادية جميل جدا طبعا نستأذنك يا أستاذ وائل موجة صغير جدا تقول لنا دورنا كإعلاميين في الصحافة في الإعلام ككل بكل أنواعه أننا نقدم التوعية ونقدم المبادرات والحملات التي تتعامل بمصداقية أو يكون فيه اهتمام بها حقيقي أنها توصل وتوصل رسالتها أصدرك التدخين نعتبر ظاهرة اجتماعية لها إنعكاسات سلبية ونحن كأعلاميين علينا أن نبرز هذه الإنعكاسات السلبية ولابد من وضع حلول علاجية لها يعني أصدق نش نتوه الناس نعرفهم الحل لا بد أن يكون هناك توصيات فلازم أن نبدأ ابدأ بنفسك قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيره ما بأنفسه فلابد من التأثير في معارف وعواطف ومواقف الإنسان بداية لابد أن يكون هناك استرشاد فكري لابد أن يكون استرشاد فكري من الجانب العلمي والجانب التربية آه تمام حضرتك دلوقتي إحنا دلوقتي آه أصدقائي آه طبعا جميل إن الإنسان يضحي ويحافظ على اللي حواليه وكل حاجة والأجمل كمان إنه يهتم بنفسه ويعرف إن الصحة دي نعمة وأقل شيء للشكر لربنا إن إحنا نحافظ عليها آه وندعو كمان الآخرين إن هما يهتموا آه بصحتهم ومستقبلهم وحياتهم عامة تن آه نطلع فاصل وآه نعود آه آه موسيقى